اشتركوا في القناة وإلى أبناء مملكة البحرين وأسر وذوي الشهيد الرائد عبدالله راشد النعيمي الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني السامي إثر تعرضه لعمل إرهابي مع عدد من منتسب القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء أدائهم مهام تدريبية في القوات المسلحة الإماراتية في جمهورية الصومال دعيا المجلس المولى جلت قدرته أن يتغمد الشهيد وشهداء الواجب من القوات المسلحة الإماراتية بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته معربا عن تمنيته بالشفاء العاجل للموصابين من الأخوة الأشقاء بالقوات المسلحة الإماراتية ثم رفع المجلس أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى أبناء البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني منوها المجلس بما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات كان بعثها ميثاق العمل الوطني والتي تشكلت قيمة لمسيرة العمل الوطني بعدها أكد المجلس على أهمية مشروع درع البحرين طائرات الكبرى زد الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتتشينه وسفينة مملكة البحرين خالد بن علي التي تفضل بتتشينها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفتا إلى ما يمثلانه من أهمية تسهم في مواصلة دعم مسارات التطوير والتحديث في قوة دفاع البحرين بما يعزز من جهزيتها وقدرتها في أداء واجباتها الوطنية المقدسة ثم أشهد المجلس بمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللعهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وفي هذا الصدد أعرب صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لأخي صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على موفره من أسباب لنجاح الاجتماع وإنجاح كافة المبادرات المعززة للتكامل بين البلدين الشقيقين فيما أكد مجلس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولا للتكامل المنشود وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو أفاق جديدة تحقق الإزدهار والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين وطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير مرفوع من سعادة وزير الخارجية بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة لجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن تقرير الفريق المكلف بدراسة الجوانب المتعلقة ببرنامج المنزل المنتج خطوة وفي هذا الصدد أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بقبول طلبات من تنطبق عليهم الشروط القانونية لاستحقاق المعاش التقاعدي كما وفق المجلس على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بالتحقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في الجوانب المتعلقة بالتسجيل بالبرنامج وكذلك إجراءات التقاعد مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومستشفى سلوان لتقديم مجموعة من البرامج العلاجية والدورات التثقيفية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية قرغزستان في مجالات الزراعة والماشية ومصائد الأسماك مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية حول الخطة التشريعية للعام 2024 مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاث اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول منخص أعمال اللجنة للفترة من يناير لغاية ديسمبر 2023 وما تم إنجازه على صعيد مشاريع البنية التحتية والخدمات الإسكانية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذه الجوانب بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الوزرية السابع لدول حوار أبو ظبي نتائج الاجتماع الثالث للجنة البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي ترجمة نانسي قنقر